النهاردة فيلر واصل اصراره على استبعاد صالحكم واصل يعني رؤيته طيب هنا بقى لازم هتكلم هتكلم في ايه هتكلم لما انا او ما تكلمنا هنا همحبش هقول لانا دي لما تكلمنا في اللعيب وقلنا على موضوع فيلر بصراحة ايه اللي حصل نزعلت طيب يعني دايما كل واحد عايز يسمع خبر حل فيلر اضافة للنادي الاهلي اضافة للنادي الاهلي الاهلي اضافة لفيلر اكيد الاهلي اضاف لفيلر كتير جدا لكن لما تكلمنا من اسبوعين او تلات اسابيع وفيلر لسه في سويسرا على موضوع فيلر النزعلت واول ما فيلر جه شفت فيلر جه طيب ما احنا عارفين ان فيلر جه بس الكلام اتغير يعني ايه الكلام اتغير يعني فيلر ماشي من النادي الاهلي انا همضي سنتين تمام راح هناك كلام ده كله ممكن نجيبه من التسجيلات راح هناك لا اصمشاق درجي لا اخد رأي المدان لا اخد رأي الولاد لا السنتين يبقوا سنة كله ده انا قلته قلته وناز زعلت 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 ها من هنا الهن 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 فيلر جه طيب ايه الكلام ايه الكلام اللي بيطلق جه 30 زيت اتحدي ايه الكلام اللي طالع دلوقتي ده الكلام اللي انا قلته من اسبوعين ايه هو ان فيلر ممكن يمشي في اي وقت ازاي انت بتقول كده ازاي انت جايب الكلام ده منين ما تقولش كده فيلر قاعد في النادي الاهلي طب ما هو قاعد في النادي الاهلي بس ممكن يمشي في اي وقت ليه ما عندهش شرط جزائي انت بتكلم بجد اه بتكلم بجد فيه مدير فني ما عندهش شرط جزائي لا انت بتقول اي كلام والله ما بقول اي كلام حد يطلع يكدبني حد يطلع يكدبني فايلر معندوش شرط جزائي فايلر ممكن يمشي الصبح خلاص مش عايزة كم همش يعمل كده وكان رجوع فايلر رجوعه لحفظ ماء الوجه لكن في نفس الوقت الأهلي بتحرك أنا قلت الكلام ده برضه بيشوف مدير فني أهو بيشوف مدير فني خلاص عرف النواية خلاص عرفت نيتك أنت ممكن في ثانية مش موجود فمقامل نفسي والدليل والدليل صالح جمعة صالح جمعة رجع رغم أن في فيلر واللي بيحصل دلوقتي دليل على الكلام دوت لأن فيلر مش هيخلي صالح جمعة يشارك وده كانبان على وش صالح جمعة خلاص انتو رجعتوه آه رجعناه طي مش هلعب صالح جمعة لعيب كبير لعيب كبير الموضوع في إيده هو في إيده هو في إيده هو إنه هو يصبر إنه هو يصبر أصبر يا صالح لأن انت لعيب كبير لكن العلاقة زي ما هي اللي في القلب في القلب ده موضوع فيلر حضرتك حضرتك اللي انتو كنت زعلانين جدا لما أنا قلت الكلام ده الصوال للأسف حقيقة إن فيلر يحق لي الرحيل عن النادي الأهلي في أي وقت ليه في أي وقت بتقول الكلام ده بعد عقده أو قبل عقده أو أثناء عقده ليه ما عندوش شرط جزائي شكرا مع السلامة شنطتي وسلام خلاص حدش يزعل دايما الحقيقة بتبقى مرة شوي وبتدايق لكن هي دي الحقيقة احنا بنجيبلكوش أي خبر إلا ما يكون متأكد منه وحقيقة حقيقة مية في المية حقيقة زي ما قلت على كهرباء في شهر اتنين كهرباء هيمشي في شهر ستة في شهر اتنين فبراير والناس زعلت وقتها انت بتقول كده ليه وجميل الزماني غضبت وزعلت شهر اتنين بتقول لكم كهرباء عقده اتنين مليون وهيمشي وهيخرج بره ومشي وخرج بره وراح لبرتغال ورجع للنادي الأهل هي مش يعني دي معلومات وأخبار وحقيق مش هنطلع نقول أي حاجة هنقول خبر ومعلومة مية في المية صح لو ده دورنا لو تمانية وتسعين انا شكر وفي حاجات بتمشي وفي حاجات ما بتمشيش يعني فيلر ايه اللي يحصل هي ممكن يكمل يكمل اه ممكن يكمل يعجبوا الموضوع يكسب أفريقيا يقعد يجدد يكتب عقد جديد لكن اللي انا بقولهولكم في الوقت ده هو ده مية في المية صح ايه اللي بيحصل بكرة ممكن الدنيا كلها تتغير وده اللي لازم يكون فيه توضيح للناس كلها وفيه ناس تقولك لا يا عم ده رب يقولها ايه كلام ده عايز وقع النادي ده عايز وقع الفريق ده عايز وقع وقع عين صالح مين هو الزمالك يقدر حد يوقعه هو الاهل يقدر حد يوقعه دي معلومات وبما يرضي الله بنقولها زي رمضان صبح مالو رمضان صبح